عودة إلى نشاط الرئاسة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية للقناة السويس وذلك خلال اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وخلال اجتماع آخر مع رئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكالزي وجه الرئيس السيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنصيق بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتدول وإنتاج الطاقة والغاز المسال وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة وبالنظر إلى الفرص الواعدة والإمكانات التي تزخر بها مصر في هذا المجال من جانبه وجه السيد الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنصيق ما بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش لسيما ما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص كما اطلع السيد الرئيس على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات فضلا عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية خاصة إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الوقود الأخضر وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها فضلا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصة موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم مما يوفر فرصا واعدة لتصبح مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها وترسيخا لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتدول الطاقة في المنطقة ووجه السيد الرئيس أيضا بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية وذلك في إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة في منطقة القناة واتصالا بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة ما يتعلق بالطرق والمحاور وجه السيد الرئيس بتطوير طريق السويس السخنة وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية وفصل الشاحنات الثقيلة عن باقي المركبات وتطوير مزلقانات السكك الحديدية على طول الطريق بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية في تلك المنطقة عن طريق تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والتكامل مع مدينة السويس الجديدة وكذلك تسهيل الدخول والخروج بين تلك المناطق